بانطلاقة الالف واربعمائة متر بانطلاقة ثمن من الجياد المستوردة ثيري بريد بانطلاقة روغ ويف هو الذي يتصدر سباق من البداية مع الفارس ريتشارد أوليفر يلحق به ثانيا سبيكت باكيج بشعار فيكتوريز مع الفارس رولد موسي في المركز الثاني تغير التصدر الان لمصلحة راوي الذي انطلق من البوابة الثامنة هو الذي يتصدر سباق مع الفارس عبدالله فيصل سبيكت باكيج في المركز الثاني روغ ويف يأتينا ثالثا البوين في المركز الرابع بينما ميقناس خامسا في ليدلفيا في المركز السادس والمركز السابع يأتينا جلال فلاي بوي في المركز الثامن هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولازال راوي هو الذي يتصدر سباق مع الفارس عبدالله فيصل الذي بدأ في الانطلاق الآن سبيكت باكيج يأتينا في المركز الثاني المركز ثلاث ميقناس بينما روغويف ياتينا رابعا والباين في المركز الخامس. إذن حتى الآن لازال راوي هو الذي يتصدر شباق ومحاولات أيضا من قبل بقيادة جرالد موشي لكن راوي لازال هو الذي يتصدر شباق. راوي يبحث عن ثاني انتصارات في هذا الموسم وهناك محاولات من قبل لكن راوي من انتزع ثاني يشواط الأمسية والمركز الثاني ستبيك باكيج ميقناس في المركز الثالث وايضا الباين في المركز الرابع